اسكلمة في نقطة الدكتور يا جماعة النقطة دي مهمة جداً و انا كلمت فيها امبارح وتعمدت ان انا اتكلم فيها امبارح علشان ما نظلمش الراجل الزلاجل او اي دكتور في اي نادي الموضوع سهل جداً جداً مفهوش اي فاتي الراجل بيشوف اي الاصابة بيقول اي الاصابة دي التمزق فيه.. على عدلة او شد او 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 بعد كده بيشوف التشخيص بتاعه ده بيبنيه على الاشعة أو الأشعة بتقول هل التشخيص ده صح أو لا مصح ما فيهش حاجة اللي هو تشخيص حتى لو مصح الأشعة بتقول فيه تمزق لو عمق بتاعه كذا درجته كذا من الدرجة الأولى التانية التالتة أي أن كانت درجة إيه بيحتاج وقت معين الوقت ده معروف جدا في كل ما مش يعني مش فتي الأجهزة بتساعد الأجهزة بتساعد على الاستشفى بسرعة أو الرجوع بسرعة من الإصابة ممكن تاخد إسبوعين الأجهزة ممكن تخليها تاخد إسبوع لو الإصابة مثلا شهر الأجهزة ممكن تخليها تاخد ثلاث أسابيع أنا لازم وقت لحضراتكم في طريقه أنه يجيب أحدث الأجهزة في العالم عشان موضوع الإصابات واللعيبة الكبيرة اللي بتتصاب الكبيرة مقاما أو الكبيرة في الفريق الدكتور بيقول مثلا أن أحمد فتح يحتاج ست أسابيع خلاص ست أسابيع دولة بيجاز فيهم العلاج وجلسات وتدليكات وأي كلام بيتعامل فيه الغرف الطبية وبعد كده بيسلمه ليه الجيم الجيم الكابتن في الجيم بيبدأ يقاهل أحمد فتحي على العضلة في الجيم أنه يشيل أحمال درجات معينة لغاية لما يقوي العضلة كده العضلة خادد شكلها أو الشكل قريب قوي منها بعد جدا بدخل الملعب بيتقاهل بقى تقيل في الملعب ودي أصعب حاجة أو دي اللي بتخلي العضلة فعلا ترجع في فرمة كبيرة جدا أنه أنت بتبدأ تجارية تفتح سبرينتات تجارية على أحمال مختلفة تجارية بأساتك تجارية بحمل حد يعني حاجات كثيرة جدا لغاية لما يقول خلاص الراجل المختص أن أحمد فتحي العضلة بتاعته أو أي أن كان لعيب مكتمل تشفاء 100% ما فيش أي مجازفة فيها فكده الدكتور دوره بيخلص لغاية لما بينزل لعيب في الملعب بس دكتور خالد محمود مش قاربنا ولا أي حد قاربنا إحنا أهم حاجة المصلحة العامة وزي ما قال شريف شعبان لقالي فوق الجميع لكن إحنا لازم نبين للناس دور الدكتور المختص إيه دكتور خالد محمود دكتور من أمهر دكترة الموجودة دكتور شخصية جميلة جدا إنسان محترم جدا بيعمل كل ما تتخيلوه علشان يعالج اللعيبة بسرعة جدا لكن هي الفترة الصعبة في العلاج فترة التأهيل في الملعب هذه أصعب حاجة أحمد فتحي كمان إحنا زعلنا عليه قوي لأن أحمد فتحي لو كان حتى في مجانه 50 واحد أحمد فتحي يكفيك أنه في الملعب اسمه أحمد فتحي يكفيك أنه قاعد برا يصدر رعب لأي فريق نفس الكلام علي معلوم نفس الكلام جونر أجري كل اللعيبة كبيرة بصراحة في النادل أهلي و أحمد فتحي تحديدا يعني لعيب بأربع مراكز أو بخمس مراكز ممكن نلعب كل المراكز بصراحة إن شاء الله يرجع أحسن من الأول بكتير لكن حبيت أوضح بس نقطة دكتور خالد محمود وتمنياتنا الجميع بالشفاء العاجل